حتى للريد كاربت قواعد وإتيكيت بنتعرف عليها أنا وأنت وعبد العزيز علشان يكون لبق وأيضا جنتلمان في الريد كاربت وعلى الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي قابلنا خبيرة الإتيكيت بشرة في مطعم ذهب علشان نتعرف أكثر على قواعد الإتيكيت ياهلا مرحب فيت بشرة حمدي خبيرة إتيكيت وأيضا منظمة حفلات وفعاليات ومؤتمرات ومختصة أيضا بالريد كاربت شكرا شكرا على الفرصة أن يكون معكم نورتي عبد العزيز عند الريد كاربت مثل ما خبرناك مهرجان القاهرة السينمائية أنت أول شيء متحمس؟ واحد متحمس صح؟ إن شاء الله نكون قد حمس إن شاء الله بشرة أول شيء متحمس عبد العزيز ولكن أكيد في قواعد الإتيكيت إن لحظة الوصول من السيارة للريد كاربت الوقوف والمشي شو هي قواعد الإتيكيت بهذا الموضوع؟ أول شيء السجدة الحمرة تختلف من بين المهرجانات على السجدة الحمرة التي توضع لكبر شخصيات وفي المناسبات الدبلوماسية والرسمية عندها بروتوكول آخر معين بالنسبة للمهرجان بما أنه المهرجان هو موضوع حلقتنا اليوم عندها وقفة وقفات معينة قدام الكاميرا الإبتسام ما عندها علاقة بالموضوع اللبس كمان في تفاصيل لازم نسأل عليها قبل ما نروح المهرجان كبر المهرجان حجمه المكان متاع المهرجان التوقيت نشوف التقس كمان بالنسبة للرجال كمان عندهم لبس معين أقمشة معينة يتم اختيارها حتى تتناسب وتطلع الأطلالة مش مبتدلة أول شيء لحظة في الوصول كيف يقف عبدالعزيز أمام الكاميرا؟ أحلى شيء يرد كاربت لأنه الأضوية الكل تكون مصلت عليك أنك تكون عافوي تكون شخصيتك مثل ما هي ما تبينش الارتباك لأنه بش تكون تحت الأضوية وتعرف غير الكاميرات وعدسات المثورين المحترفين بش يكون فمانيس تحاول تاخذ لقطات عفوية للتريند في ناس بتحب تلبس على ريد كاربت حاجة تريندي أو مثلا حاجة تكون منورة أوي فأنا مثلا بميل للحاجة دي فهل الحاجة دي غلط ولا صح؟ لأن أنا بحس أنها لازم أكون ألوان فلاشي تقصد فاقعة لا مش الألوان الفاقعة مثل الجولد أو الدايمون تلبس حاجة تكون مختلفة على ريد كاربت مش شرط تكون فأنت عندك ألوان معانا ما تنفعش للريد كاربت يعني هل الأحمر ينفع للريد كاربت؟ الأفضل أن يكون فيه سوت أسود وبابيون وإذا كرافات ما تكونش الكرافات كثير صغيرة وتكون مناسبة لحاجم الجسم وضخامته بالنسبة للألوان إذا هو مشهور من مشاهير الشوز عادي مثلا متعود على الشوز فنين راب أو إنسان متعود على التريند فعادي يعني هالأيام صاروا رجال يلبسوا الجولد، الدايموند مثل أطلالة بعض المشاهير اللي شوفها في أخر مهجانات في مصر وحتى هنا المفروض الرجال تبتعد نهائيا مثل ما شفت رامز جليل أخر مرة على لون الأحمر السجدة حامرة بيكون لابس جاكات أحمر أو السوتس أحمر أفضل أحمر وايد أحمر أي الأفضل أنه الأفضل يتحولنا حتى لو اليوم في كومبينيشن ما بين الشوز الرياضي والسوتس للرجال عادي لما يكون الشعر فرانكي بطريقة معينة في فنانين بيكون عندهم ستايل معين للشعر أنا معا جدا الإطلالة المميزة بشرا نشوف في بعض الأحيان أمام عدسات المصورين على الريد كاربت المساهير يسوون بعض الحركات الغريبة هل تنصحين يا ابت العزيز أن يسوي بعض الحركات الغريبة أو رجصة خفيفة علشان يلفت نظر وعدسات المصورين شو تنصحين؟ شوفي أحيانا الناس لما تسعى للترند فيه ترندات تكون مدروسة وحلوة أوكي وفي بعض الحركات اللي يعملها المشهور تجيب عفوية والناس اليوم صار اتفام وقد تكون حاجة عفوية يعملها عبد العزيز وتلفت وتعمل ترند ما كانش قاصدها يعني يكون عفوي؟ عفوي مليوم بالمئة يعني ممكن أنا واقف على الكاربت أعمل تيك توك معهم أغزر أي أغزر أبد العزيز أنا متأكدة أن أطلالتك تكون جميلة جداً ومميزة جداً في مهرجان القاهرة السينمائي شكراً لثقتك أول شيء في مرنامجنا وفريق برنامجنا أسرار الجمال وكل التوفيج لك بالمهرجان ما في دعوة خاصة لي؟ حظاً لا 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 انتقايا قبلي هو أريدي أطلالته كثير حلوة فما أعتقد راح يستعين بي ستايلست صح شكراً لك أكيد خبيرة الاتيكات أيضاً بشرة حمدي على نصائحة لي عبدالعزيز في المهرجان شكراً لقناة ذافريا على هذه الفرصة موارثينا ومشكور التيم كله يعطيك العافية شكراً ربنا يخلي كمان شو رايك يا عبدالعزيز عجب ما خلصنا كل شيء اليوم الحمد الله الحقيقة البرنامج فكرته حلوة والتجربة نفسها حلوة وانا مبسطة جداً مع كل نار تجربة جديدة وانا مش متعود يعني أعمل اختلاف قوي كده أوكي في شكلي في شعري في بشرتي هل حبيت شعري كويهة قواعد الاتيكات على السجادة الحمراء وهل تلتزم فيها؟ لا مش عارف هل تلتزم فيها لا لا تلتزم فيها بصي الحكاية ما فيها دخلت الرحلة حلوة جداً تلعت منها واحد تاني فدي الميزة اللي انا احساسي وثقة بنفسي اختلفت كل التوفيج لك عبدالعزيز وشكراً على ثقتك ببرنامج أسرار الجمال وبفريقنا التوفيق ليكم انتوا مبسوط جداً أن كنت معكم ونحن أكثر يلا باي عبدالعزيز وتروح وترد بالسلامة نسو الله يلا باي